فالصورة دي انت بتريني فاش تجميل ما فاش تجميل خالص ايه ردود الفعل اللي جاتلك بقى على الصورة والدنيا تقلبته لا كل حاجة تقالت كل حاجة تقالت هو شتايم وشكلك بقى وحش وانا معرفش السبب ايه يعني انا معرفش الهجوم ده على ايه يعني انا طول عمري اصلا ما بردش وطول عمري ما يعني باخد الاشاعات وانا قاعدة في البيت اصلا ما بعملش اي حاجة خالص حاجات تطلع علي طول الوقت وبسكت ما بقولش حاجة بس الفكرة ان انا لازم ارد بقى لانه كده حرام يعني ده ظلم فان انتوا تقولوا ان انا باخد عمليه التجميل وانا عادة في البيت ايه 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 ده انت شغلك ايه لي من دول بتعملي ايه بتشغلي في حاجة يعني بتشغلي في مشروع في فيلم ودراما بتعملي حاجة من دول ولا انا اخر حاجة عملتها مصالسة لسعافي يونس ايه دي كان من حوالي 8 شهور بزبط فما فيش حاجة التي شغالة فيها دلوقتي حاليا لا بس في عندي حاجات لسه بشوفهم يعني بس مش اكيد فيها ما تزعليش نعم يعني مش ممكن يكون انت مسؤولة بشكل ما عن صارة الجذل مثلا لا ده مش حقيقي ده مش حقيقي اه انا مش بسير الجذة خالص في اي حاجة انا واحدة فنانة وبحب التمثيل وهدفي في الحياة كله انا مش عايز حاجة غير ان انا امثل بس انا يعني مش مش في دماغي خالص اي حاجة لكن الفكرة من انا من اول ما ظهرت وهما بيقولوا حاجات طول الوقت صارت الجذل دي في خدمة الفنانة ولا ضدها عموما انها تبقى بقرة الاهتمام وصارت الجذل ده وانها موجودة على الساحة على طول سواء برأي معاها او ضدها ده في خدمتك ولا ضدك انتي بتشفيز لا هو ضدي بالشكل ده ضدي بالشكل التنمر والشتايم والحاجات وانا كمان انا عندي عيلة ففي ناس يعني انا مش الواحدي لما بقعدة في البيت وده يحصل ليه يعني ليه يعني فانا لأ ده انا بشوفها ده ضدي طبعا ده مش معايا لا طبعا وانتي بتنزلي صور بتبقي متوقع رد فعال الناس عليها لا انا طول الوقت مش متوقع رد فعال الناس طول الوقت مش متوقع رد فعالهم بس أنا ما عنديش أي مشكلة أنه كل واحد يقول رأيه أنا أحترم رأي الناس جدا لكن فكرة الهجوم اللي ملوش أي مبرر هو ده اللي يدايق لأنه إحنا بني قدمين يعني إحنا فيه مشاعر بتتجرح فأنا ادايقتي جدا أنتوا بتقولوا شكلي بقى وحش يعني إيه شكلك وحش يعني إيه ده يداي البنيان العالي ويداي الفنانة أكتر ويدايق بنت أصلا يعني ويدايق راجل ويدايق أي حد أنت علاقتك بالسوشيل ميديا ابتدت إزاي شكلها إيه علاقتي بالسوشيل ميديا أنا أنا أول حاجة خاصة ابتدتها إعلانات فأنا السوشيل ميديا هي اللي كانت عليها شهرة أكتر حاجة من زمان من فترة حاليا دلوقتي أنا عدت فترة كبيرة مظلومة فيها لأنه كان عندي كم حاجات كتير مش أنا كل فيه كذا أكاونت ده مش أنا باسم سارة سلامة ده على الفين على الإستجرام وعلى الفيسبوك آه وبيكلموا الناس على أساس أن أنا وأنا مش ده آه موسيقى